آخر نقطة في هذا اللقاء المبارك معكم أيها الإخوة الكرام وهي أن نتكلم عن من ضربوا لنا أروع الأمثلة في التوبة النصوح عند الله سبحانه وتعالى ماعز الأسلمي، ماعز بن مالك الأسلمي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زنى ماعز وكان محصناً وبعد ذلك ندم ندماً شديداً ضربته سياط هذه المعصية شعورة بحالة نفسية أنه يريد الخلاص مما وقع فيه أثقلته ذنوبه وكثرت خطاياه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النعمة المسدى وإلى الرحمة المهدى صلوات الله وسلامه عليه فرمى بنفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله إني زنيت فطهرني فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه ثم جاءه وقال له يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني ضاقت عليه الأرض بما رحبت ضاقت عليه نفسه علم أن عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة فأراجى أن يتطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفي الرجل جنون أهو مجنون فقال له يا رسول الله ما عهدنا به جنون قال أشرب خمر فقام رجل من الأنصار فاستنكهه أي شم فمه فقال له يا رسول الله ما به ريح خمر قال ويحك يا هذا أتدري ما الزنا قال نعم يا رسول الله أن يأتي الرجل امرأة بالحرام كما يأتي امرأته بالحلال قال وماذا قال أن تطهرني قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج خارج المدينة فحفرت له حفرة ودفن إلى أكتافه ثم رجم ماعز الأسلمي حتى مات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء يرجع بعد ذلك سمع أبناء عمه أبناء عم ماعز يقول أحدهما للآخر ألم ترى إلى الذي سترى الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فانسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ثم سار بهم سويعة ثم مروا على جيفة حمار مرتفعة أرجله منتفخة بطنه ناقعة ريحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان قال نعم يا رسول الله قال انزل وكل من جيفة هذا الحمار فقال يا رسول الله ومثل هذه تؤكل قال ما وقعتما في عرض أخيكما آنفا أشد أكلا منه والذي نفسي بيده إنه إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة وفي رواية رأي أريته فوجدته يتخضخض في أنهار الجنة يتخضخض في أنهار الجنة نعم هكذا تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا وكذلك قصة العقاء الغامدية التي كانت تسكن على أطراف المزينة في أطراف المدينة فوقعت في الزنا فحملت من الزنا فجاءت ضاقت عليها الأرض بما رحبت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقيل لها هو في المسجد مع أصحابه فقالت فاستأذنت عليه فقالت يا رسول الله إني حبل من الزنا فطهرني قال سبحان الله فأشاح بوجهه ثم جاءته وقالت يا رسول الله إني حبل من الزنا فطهرني فأشاح بوجهه عنها فقامت وذهبت إلى دارها وجاءته من اليوم التالي فاستأذنت عليه وهو جالس مع حلق مع أصحابه فقالت له يا رسول الله أنا من أتيتك بالأمس وإني حبل من الزنا فطهرني فداك أبي وأمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قمي يا امرأة حتى تضعي حملك أراد لها أن تذهب أن تذهب أن تنسى أن تستثر بستر الله أن تتوب فيما بينها وبين الله فإنه من أبدى لنا صفحته وأقمنا عليه كتاب الله ولا نبالي نعم غابت حتى وضعت حملها تسعة أشهر حتى وضعت حملها لما وضعت حملها لم تصدق أنها وضعت حملها صررت لوليدها ولفته في خرقة وجاءت به تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله هذا وليدي وقد ولدته ألا فطهرني فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ذلكم المولود ذلكم الصغير ذلكم الصبي الذي يتملط في خرقته فقال يمرأة قومي حتى ترضعيه حولين كاملين ويأكل الطعام فغابت حولين كاملين ما أودعت سجن سجان وكافلها تقوى الإله فلا سوط ولا أسر حتى إذا منقضت أيام محنتها تكاد لو لا عرى الإيمان تنتحر جاءت به ورغيف الخبز في يده وليس يعلم ما الدنيا وما القدر فقالت فديت رسول الله ذا أجلي قد ملني الصبر والعقبى لمن صبر بعد انقضاء عامين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسحب ولدها وفي يده كسرت خبز فقالت ياهو يا رسول الله هذا ولدي قد أكل الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفل المولود أكون له كفلا في الجنة فقال أحد الأنصار اكفلنيه يا رسول الله فأكفله إياه بعد ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ودعي ولدك فودعته وقبلته واحتضنته ثم حفرت لها حفرة ووضعت ثم رجمها الصحابة رضوان الله عليهم فأصاب دمها أحد الصحابة فتكلم فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا مهن مه مهن مه إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يحقق آمالنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد وأن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب